طيب تعال نروح لكواليس اليوم الثاني للنادي الاهلي في كأس العالم للانداء ايه اللي بيدور في النادي الاهلي قبل ساعات من مواجهة اتحاد جدة؟ تعال اقول لك خضع العيب النادي الاهلي والجهاز الفني لجلسة تصوير بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للانداء من اجل الترويج لمشاركة النادي فيها البطولة واستخدام السور على الصفحات الرسمية للبطولة بمواقع التواصل الاجتماعي وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعا تنصيقيا لبعثة الاهلي من مواقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية وكافة التفاصيل والواقع البطولة عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعا تحضيريا مع مسؤولي بعثة النادي الاهلي حيث شهد عرض بعض الأمور الخاصة بالجوانب التنظيمية والإدارية والملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وفندق الإقامة والمحاذير الطبية وتوقيت الإحماء ووصول الفريق لملعب المباراة كذلك كل الأمور المتعلقة بدور كل فرض في البعث خلال أحداث المباراة وبعدها حتى العودة لفندق الإقامة سلمت اللجنة المنظمة للبطولة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الآلي ورئيس بعثة النادي الآلي في السعودية شهادة توصيق مشاركة النادي الآلي للمرة التسعة في كأس العالم الأندية وعقد الجهاز الفني الآلي بقايدة مارس الكولر المحاضرة فنية بالفيديو للعاب الفريق للتأكيد على نقاط القوة وضعف فريق اتحاد جدة السعودية أغلق الجهاز الفني الآلي مران الفريق اليوم أمام وسائل الإعلام للأحفاظ على سرية التدريبات كما ركز مارس الكولر خلال المران على بعض الجمع الفنية والتكتكية بالإضافة لإعطاء بعض التعليمات للعابين كما ركز على إنهاء الهجمات بشكل جيد من أجل استغلال الفرص التي تتاح للفريق في تسجيل الأهداف فيما حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي على لقاء لعاب الفريق قبل التوجه لأداء المران طيب دي أو ده كواليس اليوم الثاني للنادي الأهلي في السعودية قبل مواجهة اتحاد جدة تعالوا نشوف كلام مهم جدا قاله كهرباء قبل هذه المواجهة ونرجع نكمل كلامنا صراح من الرحيم طبعا في الأول كنت بشكر ربنا طبعا فضل ونعم على الواحد في دلوقتي مع النادي الأهلي وطبعا مخصص الهدف طبعا يعني بشكر الزمائيلي والجاز الفني والجمهور اللي دعمني طبعا يعني وكأن الهدف ده من أحلى هدف حياتي وليه ذكرات يعني معيها تبقى حلوة كنت أقول لك على حاجة أنا دايما قبل كل المتشاط اللي بلعبها بقعد مثلا قبل المنام بقعد ساعة كده أقعد أتخيل الحاجات اللي هتحصل البكرة في المتش إن هعمل إيه في المتش هساعة زماني إزدائي زماني هيساعدون إزدائي كل الكور اللي هجيلها هستغلها إزدائي فالتخيلات دي كلها فكلما تخيل حاجة في بالك ففي المتش ساعة لما بتحصل كده فأنت كنت جمعها من مبارا فبتحصل بقى يعني مثلا مثلا زي الهدف ده أنا كنت متخيل مثلا إن أنا بجد إن أنا هستلم كرة زي دي كده والله العظيم أحيات ربنا زي وكلمة كنت أنا هستلم كرة زي دي كده بس مش طبعا مش نفس التنطرور دوت يعني كرة تبقى عالية هستلمها كده وحطها ببطنا رجلي في البعيد ده لكن هي طبعا يعني جات من عند ربنا طبعا بطريقة حلوة ده كنا طبعا يعني مش اللعبة بس كل الجمهور طبعا يعني كنا في حالة عالق الفاترة ديت يعني كنا نازل نكسب بصراحة وخصونا إحنا خسرنا من الفريل الهالي طبعا في فيناكف في السودان وبالنسبة لنا كان عندنا روح غريبة نحن نكسب مطش دوت أي إن كان يعني النتيجة هي نكسب كان بس كنا نازل نكسب فربنا كرمنا يعني ولعبة طبعا عملت مطش عالمي والحمد لله ربنا كرمنا يعني ممكن يعني الحمد لله إن اللعبة بصراحة ساعدتني جامد جدا للفاترة دي كلها وطبعا مساهمتي طبعا ومساعدتي للعبة يعني ده فضله ونعمل عند ربنا بصراحة يعني مش نشكى كهراء بس لأن أنا ممكن تعبت واشتغلت على نفس الفترة التوقف لأنني كنت مقوف فيها ربنا كافيني على تعبي طبعا فان والدي وردتي يعني وآهلي كانوا في ظهر يعني الفترة دي ممكن لحظة الألان طبعا هدف أنا والله كنت نايم كان حمزة معي في الغرفة يعني لقيتوا بيصحيني بولس بيصورني فيديو عنده بولس حانتخدت أحسن هدف في أفريكا كلها تطوره بجد والله رحكمل بتنوم تاني هذا ده أخوتي طبعا وليه المفضل طبعا على اللي إحنا فيه ممكن هاي لعبة ينجح في الفريق هنا في نادي الأهلي اللعبة كلها بتبقى حواليه واللعبة كلها للمساعدة يعني يمكن الجازة دي أنا أو تاوم مش بتاعتنا يعني بتاعت الفريق كله الجاز الفني ودعم الجمهور هم اللي خلانا ناخد الجازة دا بصراحة يمكن الجازة لنادي الأهلي كلها بحصودها طبعا يعني حاجة كبيرة قوي وفخر لنا كلنا وطريق بالكتب طبعا لنا لان انت عارف اي حد بيدخل نادي الأهلي نادي الأهلي بيدفل كل حاجة في حياته ولا مهما كان اللعيب مهما كان هيعمل في نادي الأهلي ايه النادي الأهلي هو اللي بيدفل العيب العيب بيدفشي النادي الأهلي ايه حاجة خالص بصراحة يعني فالواحد مبسوط وفرحان ان احنا بناخد جواز واحنا موجودين واحنا بناخد جواز واحنا موجودين في النادي الأهلي فطاقول ان اي ااخد احسن لها في افريقيا دي من نسبانا كلنا حاجة جبيرة جدا والنادي الأهلي ااخد احسن لها دي طبعا في افريقيا حاجة كبيرة من نسبنا فدنحمد ربنا ولشكره اللا علواحد في النادي الاهلي يمكن بيستر تول ده يعني حاجة كبيرة اوه في حياتي يمكن اثر في مستيرتي كلها يمكن انت عارف جهزني احسن تاجيز طبعا خلا مدرب لحمال تيتسي طبعا ساعدني جامد خلال فترة انا كنت مقوف فيها والحمد لله راح تشتغل على نفسه كويس والحمد لله ربنا كافين بالبطولات وفي الملعب ان انا بقى كويس وان انا هاعز بسكته طبعا بشكره جدا على لو عملوا معايا ان هو احياني تاني في الكرة يمكن فيه مدري فنين تاني لو لايقوا حد مقوف او مقوف مطشين ثلاثة اصلا يقولك لا مش عايزه لايقب الناس تانية لكن الراجل كان واسق فيها جدا وكان عارف في امكانياته وقدراتك والحمد لله الواحد كان عالقد السكا وما تفاجهتش بص يمكن انا بعد فترة التوّقف دي كن الواحد بموت نفسه وحتى لو كنت العب حارث مرماء وكنت هلحب فالحمد لله 번째 كن اي مركز كنت لعبه يعني كنت موت نفسي طبعا فالحمد لله الواحد تعب ولاقا واشايف كل حاجة حلوة من ربنا الحمد لله انا شايف منافسة مع زمايلي طبعا من مهاجمين طبعا حاجة حلوه ويمكن منافسة حلوة لان اللعبة كلها كويسين ولعبها جمدين ولعبها الاهم من كلها ده ان لهم كلهم نضاف من جوا فكلنا من ساعد بعضينا وانه اي حد يلعب طبعا في خدمة الناد الاهلي هيقدي وامكن اي حد يلعب يمكن احسن من كغربة الوحدة يبقى فرحان له مبسوط له يمكن شرف كبير طبعا لينا حاجة كبيرة قوي ان الناد الاهلي يكون في كاس العالم وامكن مشاركة اللي هي التالتة مع الناد الاهلي فبالنسبة لي حاجة تاريخية وان شاء الله هنكمل ونستمر على كده باذن الله يعني ونفرح جمهورنا ان شاء الله باذن الله يمكن طموح الناد الاهلي طبعا وجمهور الناد الاهلي في بطول كاس العالم طبعا ان احنا نوصل لابعد نوطة ممكن ربنا يكرمنا والله مش بعيدة يعني عربنا ولا بعيدة عن احنا نكافح ونتعب ممكن ناخد كاس العالم والله يعني يعني مش حاجة صعبة ولا الكرة مفاش مستحيل وطبعا عند الناد الاهلي واللعب الرجال اللي موجودة دلوقتي مفيش حاجة اسمها مستحيل في الكرة فربنا كريم ان شاء الله خير يمكن مواجهتنا طبعا تحق جدة طبعا يعني نادي تحق جدة نادي كبير ونادي عريق طبعا هنا في السعودية وفي اسيا بصراحة فهيبقى ماتش جامد وماتش صعب جدا وان شاء الله يعني اتمنى ان احنا نتساون بإذن الله يعني طبعا راحت ممكن باعتزة جدا من فترة القضاء مع نادي تحق جدة ممكن خالي سنتين هتحقق بطلتين وشاف كل خليل طبعا من جمهور نادي تحق جدة وكان ليه مفضل وكرم معنى على الكهرباء فالواحد مبسوط إن هو هيرجع العب تانية في الجوهرة من النادي الاتحاد وجامل الاتحاد طبعا العظيمة يمكن جمهور طبعا جمن الاتحاد لا والله يمكن هما يمكن في ماتش دود طبعا تعرف قبل ماتش هيعود يستندوني لكن في ماتش مفيش كغربة فالواحد هيبقى بسبسوط طبعا يعني بالاستقبل طبعا من جمهور الاتحاد ان نشاف منهم كل حاجة حلوة وان شاء الله بإذن الله يعني انفرح جمهور الاتحالية ان نكسب بقى ماتش بإذن الله والله يمكن طموحاتي وأحلامي مع كاسة عالم عندية يعني نفس أخو كاسة عالم عندية بصراحة يعني يعني نفس أخو كاسة عالم عندية ونفرح جمهورنا لأنه هو ده الهدف بتاعها من الفترة ديت والهدف بتاعها طبعاً اللعيبة يعني بس يمكن عاز بأتكلم على نوت جمهورنا ده الأهل ومسندته اللي هي طبعاً خلال الفترة اللي فات دي أنا أعاز أقول لهم بحبهم جداً بشكرهم على الدعم ومسندة مش غريبة عليهم الواحد يمكن فأسعد أيام حياته وأنه ببقى في المطشات بيكسب ويقول الشيء في الجمهور بيبقى فرحله وطبعاً يمكن من زمان يعني الواحد يمكن انت عارف أنا من النادي الأهلي يمكن عارف أنا من أيام زمان كنت بروح المطشات طبعاً فطرتها شمال فمن نسبة للجمهور ده حاجة كبيرة ولا واحد منهم فمن زمان قوي بسندون يعني مش غريبة عليهم الفترة دي بس طبعاً الفترة دي طبعاً كانت صعبة علي وإن شاء الله يكون عند حصن ظنهم بإذن الله وأفضل أكمل كده واختم حياته كلها في النادي الأهلي وأرجع تاني وأشجع معهم بإذن الله لا يمكن الواحد والله بص يمكن الواحد سايب سايبها يا ربنا مش في الحقيقة ده هي تسايب كل حاجة يا ربنا وعايش بدعوات والده والدته طبعاً وحب الناس لها فبالنسبة لي حاجة كبيرة فأنا مش يعني أنا مش أخسر حاجة لو ساعدت زميلي بلعب مركزي أو ساعدته في أي حاجة ده بالنسبة لي ده نفرح وبالنسبة لي إن أنا هبقى مبسوط إن أنا هروح عنه وانا فرحان إن الزميلي دوت بقى كويس واحسن مني هبقى فرحان جداً لأنه ولا أخد من رزقي ولا أخد من اسمي ولا شهريتي ولا أي حاجة ده بالنسبة لي الحاجة كبيرة إنه هو يتحط في حيث تبعيد قوي لأنه في الأول آخر إحنا كلام ننعد تحت شعار النادي الأهلي فالنادي الأهلي دوت يعني الواحد يضحب أي حاجة في العالم عشان خاطر يشوف النادي الأهلي ده حاجة كبيرة كلام محترم جداً من كهرباء بصراحة وأنا قلت الكلام ده من كم يوم ربنا بيكرمه من وسعى من وسعى يصطحك بصراحة على حجم مجهوداته وتعبه والمشاكل الكتير اللي حاطت بيقى طبعاً له جزء كبير منها طبعاً طبعاً ولكنه ربنا بيعود